كيف تواصل النجم المغربي عبدالفتاح الجريني مع معجبيه؟ كنا معه في الستوديو أثناء تحضيراته للألبوم الجديد الحمد لله ربنا وفقنا في جبرافان فنشوف التانية فتوفيئهم على ما أعتقد أننا سحبوها في أول يومين عدينا المليون وفي أربعة يام اثنين ماشينا الجديد في تجربة الجريني ظالمة أنه بيغني فيها بالهندي وهذه المرة كانت بطلب من شاروخان همسوف تجربة أولينية كانت مع شركة ياشراج فيلم فكان شاروخان هو البطل المرة دي تجربة رئيسة من شركة شاروخان نفسه اللي هي ريت شيريز طلب هو شخصياً نحن عندنا الموضوع ده وبقت هي الأغنية التسويقية للفيلم في الميدل إيست وتصورت بطريقة حلوة في دبي الزكاء كان في حتة الكتابة بتاعت الأغنية إنه ما شاء الله عليه جلال الحمدوي كان شاطر في إنه يكتب لو أنت تلاحظ على الكليب حتلاقي إنه شاروخان كان في غني عربي دلوقتي أغانينا كمان لما يتسئل عليها شاروخان يقولك إنه مديد شهادة منه إنه النسخة العربي عجبته أكتر بعيداً عن الأغنية الهندية الجريني مشغول جداً بالتحضير لألبوم الجريني في تويتر مطاقك أنا في فيسبوك المعنى حتكون فيه حيكون أكيد في أغاني مصري أغاني مغرية حلي يجي أكيد والهندي جمال بطريقة معي أنا إلى جانب الغناء سيعيد الكرمالة ثانية كمذيع ويعيد تجربته في كوك ستوديو بس فيه فورمات جديدة أنا عملها فأي أعتقد أن الناس هتمبسط من الموضوع ده إنه ليف شو كمان فعل 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 وإنطرناشنل وعرب وبعد تأجيل الخطوة أكثر من مرة لجريني مستعد الآن للتمثيل ولكن بشورك وده حبيبي يا ناس وهشيلوا في عيني فأي تحمل المجال لأنه باخد كورسات وبعمل كصحة لما أجي أعمل دور سينما ودور تمثيلي بقى إلى حد ما مش دور المطرب اللي هو طريق يمثل يعني عاوز أحتمد على الموضوع التواصل مع الجمهور شيء مهم جدا بالنسبة لهم سناب شات هي الطريق الأمثل كما يقول بلغتي إحنا هعمل إيه؟ هصور بلغتي سناب هاي يا جماعة أخواتكو إيه تمام؟ إحنا بنامل بلغتي انترويو على أربود شكرا أربود شكرا أربود شكرا ممكن معكم عبد الفتاح جديد برسي موسيقى موسيقى موسيقى